وهب رجعنا ليكم وهنعلم تاني فيكم الفترة الأخيرة جاءت لي شوية تعليقات تقترح علينا تعديل شكل الحلقة أعدت أنا والفريق وحسن نشتغل على تركيبة جديدة تعجبكم وفي نفس الوقت نوفر لكم الباقة هنكون مركزين أكتر في حلقاتنا كل أسبوع هنختار أهم الأحداث اللي حصلت في الأسبوع وهنجيب لكم شوية تفاصيل ليها من الشمخ الجوية الأسبوع ده مثلا وقع اختيارنا على خمس أحداث فرضوا نفسهم بقوتهم ولفتوا نظرنا وأحنا بنجهز الحلقة انترو ونرجع على تفاصيل أهم خمس أحداث حصلوا لأسبوع ده وعلى ما أرجع لك إيدك على اللايك والشير والسبسكب بص يا صاحبي هنجيبها من تحت لفوق معنا في المركز الخامس في ترتيب الأهمية لأحداث الأسبوع ده هو تعادل ليفربول مع تشيلسي بنتيجة واحد واحد وطبعا صلاح أنقذ الفريق من الخسارة الأولى في الدوري وأنقذ كل واحد حطه كابتن في الفانتازي الصراحة بعد ما كان الماتش رايح في طريق لتشيلسي لكن ضربة الجزاء اللي اتحسبت عليهم وانتصرت بسببها المدافع جيمس أهدت ليفربول جل التعادل بقدم فخر العرب أما في المركز الرابع هو مش خبر أوي وتقدر تعتبره فاتفاضة واحد عينيه واجعته من أداء مدرب توتن هان تخيل يا مؤمن نونو سانتو للماتش الثالث على التوالي يفوز بنفس النتيجة بنفس ركنة الأوتوبيز بنفس التيك تيك ويكسب الأسبوع ده واتفورد واحد صفر وطبعا واحد زي حالاتي كان بحثون عشان يجيب بن رحمة فتبقى ازاي؟ وفي المركز الثالث جات صفقات الأهل اللي بدأت بسرعة من اليوم التالي لإقسارته الدوري تقريبا كل نص ساعة كان فيه إعلان عن صفقة جديدة ولسان حل الجماهير ثمن وعدة والنبي يا راي وطبعا كان منهم كريم فؤاد وحسام حسن وبير ستاو وميكي سوني وندخل على المركز الثاني اللي سيطرت عليه المشاركة الأولى التاريخية الميسي مع باريس تنجيرمان كما ديل في الديئة 65 مكان نيمار وريد جماهير بارشلونة تعود عينيها من الماتشات الجاية هتشوف ميسي أساسي جامبو نيمار ونبابيه واللي خلاص مش رايح مدريد الموسم ده يعني الموسم اللي جاي باريس دامارشان تعالي بقى على المركز الأول واللي خطفه خبر عودة الدون للدور الإنجليزي من جديد بعد غياب 12 سنة قال يونايتد قدر يرجع رونالدو بعد قطعه للطريق على الستي اللي كان بيتفاوض معاه على ضمه وكان قريب جدا لولا تدخل السير أليكس اللي رفع السماعة قال له بتعمل ايه؟ جام بتعيني مغار غارة كده هو بالدموع وجام جايل له نعاوز ارجع النادي يا بالحج أليكس رد عليه وجال له بتك مفتوح يا ولا اتنور في أي واك وبالفعل نور وحطم رقم قياس جديد الأسبوع ده وبقى أكتر لاعب في العالم تسجيلا للأهداف مع المنتخبات برصيد 111 هدف كده نبو خلصنا مراكزنا للأسبوع ده تعالوا ندخل على أكتر خبر محزن وأكتر خبر مفرح حصلوا خلال الأيام اللي فاتح خلينا نبدأ بالنكد الأول واللي للأسف بانضاء مصري وهو مشهد تقديم درع الدور المصري لنادي الزمالك في مطش البنك الأهل سوء تنظيم من الكل اتحاد وستاد ولعيبة خرج الموضوع بشكل أسوأ مما تخيل مش بس كده كابتن الفريق الفايز خرج عن شعوره وهو ورئيس الاتحاد وقفشه على بقى في مشهد بيحلف مئة يمين انه لسه بدأوا علينا على الاحترافين أما بقى أكتر حدث كوميدي حصل الأسبوع ده ودحكنا بس احنا اعتبرناه نوع من أنواع الكوميديا الغمق شوية اللي اتضحك ويتزعل في نفس الولد الارسنال شال 5-0 من السيتي والفضيحة كانت مرشحة تكون أكبر من كده بس ربك سترع معاه ومن قهرت يعيني جماهير الارسنال بعد الجول الثالث بقى كل ما يجي جول يشجعه السيتي ودحكي للصبح وطبعا دي كانت الخسارة الثالثة في الدور اللي تلاعب منه ثلاث جولات بس لا لهبوط ارسنال أنا كده خلصت أهم أحداث الاسبوع ده هاختم ليكم بجولين ينسونا جراحنا اللي بتزيد مع كابتن بادريولا مع المنتخد الجول الأول هو جول كي هافرتز مع تشيلسي تدليفر بول واللي كان في الدقيقة 22 من كورنر ابن اللعيبة لعبها بدماغه من القايم القريب وتدخل في البعيدة وقال ليسوا ما يعرفش يعمل معها أي حاجة والجول الثاني هو جول كارفاخال مع ريال مدريد ضد ريال بيتيز في الدقيقة 61 لما البنزو رفع العرضية الجميلة عشان كارفاخال يحط هدف الفوز الوحيد في الماتش على الطاير بوش ريبو وبكده تنتهي حلقة من حلقات بعد التسعين ونشوفكم في حلقات كتير الفترة الجاية موسيقى